بيسان من مدينة غزة تبلغ من العمر 17 عاماً في أبريل من هذا العام تعرض منزل عائلتها لغارة جوية إسرائيلية من بين أفراد أسرتها البالغ عددهم عشرة أفراد لم ينجوا أحد سواها أول إشي صار القصف بالليل بعد الساعة بعد الساعة 12 كنا إحنا بالسدة كنا إحنا بالسدة بدنا ننام لهو فجأة وقع صاروخ علينا بس إما هي عندما قصفنا راحة على طول عبطت أختي عشان نتحميها بعدها كلهم ولا واحد صرخ ولا تتكلم والدنيا كلها صارت حريق أو ما أشوفهم تاني بعد الهجوم تم إنقاذ بيسان بنجاح من قبل رجال الإنقاذ وتم نقلها إلى المستشفى بينما توفي جميع أفراد عائلتها كما أصيبت ساق بيسان اليسرى في الهجوم مما أدى إلى إعاقتها لجأت بيسان بعدها إلى عائلة ابن عمها أشرف وهو الآخر أحد الناجين من غارة جوية إسرائيلية في ديسمبر من العام الماضي اخترقت إحدى الشظايا جدار منزله مما أدى إلى إصابة ساقه اليسرى وبحلول الوقت الذي نقل فيه أشرف إلى المستشفى كان على وشك أن يفقد حياته بسبب ما نزفه من دماء حيث اضطر بعدها إلى بات رساقه يعني خالي عمره ما إذا حدا ولا عمره كان طرف في مقاومة ولا عمره كان في تنظيم ولا عمره كان تابع لحزب طول عمره من داره إلى بيته من بيته إلى داره ليش هذه البنة تدلها عايشة لحالها هيك ملهاش لا أخه ولا أخه ولا أبه ولا أم اليوم إحنا فقدناهم بلمح البصر ومش بس هم اليوم الحرب علينا كانت بس حرب إبادة بس بده يبيد عائلة كاملة بحجة أنه فيه شخص مارك من جنبهم عندما نظرت بيسان من منزلها إلى الخارج شهدت الحطامة في كل مكان فهذه المشاهد المروعة موجودة في كل مكان من قطاع غزة التقى مراسل مجموعة الصين للإعلام بأحمد البالغ من العمر 14 عاما خارج المستشفى الأهلي العربي والذي كان قد تلقى للتو نبأ وفاة والده بعد فشل علاجه في المستشفى كان أحمد يركض طوال طريقه نحو المستشفى والذي اشتاحه الحزن عندما وصل إليه نقف هنا في المكان الذي يودع به الأهالي ذويهم في مستشفى الممداني وكما تستمعون لصرخات ذوي الشهداء الذين يقتلون حتى هذه اللحظة ويوميا المجازر التي لا تتوقف أبدا كما تشاهدون هذه المشاهد من وداع الأهالي لذويهم وأقاربهم هذه المشاهد تتكرر كل يوم في غزة من خلال استهداف الأهالي واستمرار المجازر على القطاع